هتقولوله ليه خاف؟ هو عارف وما بيخافش هو ما يعرفش أصلاً معنى كلمة الحرام دي إحنا عايشين في وسط مجتمعات محتاجة تعريف رسمي لكلمة الحرام من أول وجديد خصوصاً إن بيتقال علينا مجتمعات متدينة بطبعها بس التدينة ده بيظهر في إيه؟ في اللبس؟ حجم الاهتمام بفستين الفنانات في مهرجان الجونة يشهد مين فينا قدر يقاوم ما يشاركش في المهرجان اللي اتعامل على فستين المهرجان؟ لو ما شاركتش بالنقد والشتيمة على الأقل شاركت بإنك تدخل تتفرج على النقد والشتيمة كم هائل من التعليقات والكوميكس المصحوبة بتهكم وساعات شتيمة وإساءة لممثلات حضر وريتكار بتفجونا الحرام والتدين حاضرين بقوة في اللبس إيه كمان؟ في الأكل؟ أغلب المصريين خصوصاً المصري الأسيل أو حتى اللي مش أسيل بيهتم إن الفرخة اللي هيشتريها من السوبر ماركت تكون مدبوحة حلال طب والفلوس اللي هتشتري بيها الفرخة مش مشكلة بقى تبقى حلال شمال مش قضية المهم الفرخة تكون حلال ويمشي فرحان بقناع المجتمع المتدين بطبعه دورنا نشيل هذا القناع حتى لو بن بتاحت قبح محدش يحب يواجهه وبصفاتنا لينا دور أنا كمونع رائي إعلامية هعمل حوار صغير مع قناع المجتمع المتدين بطبعه ده والروح الأصيلة اللي لابسه بعض مننا مونع رائي الإعلامية هتسأل الروح المصرية اللي لابسه أغلبنا أكيد شعبنا المحنتف ده المتعصب للأحكام الدينية والعادات والتقاليد استحالة تكون الرشوة والاختلاص من الزواهر المنتشرة فيه ولا إيه؟ رشوة؟ رشوة إيه؟ سلام قول من رب الرحيم بيتقولي إيه؟ أيوة أنا قلت كده برضو أنا بس عايز أخلص شوية ورق الموضوع كده ساثل وبسيط أنتي بس راضي الراجل بأي حاج؟ أراضي إزاي يعني؟ كلك نظر بقى هدي بأي حاج؟ هيخلصك على طول وقبل أي حد تاني قالوا أنا كنت فاكرها رشوة خلص الحوار وإحنا بلش برنامج بتاع حوارات بقى إحنا برنامج قضايا ومواجهات هدفه التغيير للأفضل عشان كده حلقتنا النهاردة هتنور على جزء مهم جدا في حياتنا اليومية حد يقدر يعيش من غير كهربا؟ ما حدش حتى لو هيسرقها دي الحقيقة المصريين لهم مع الكهربا تاريخ مشرق ومظلم معاً إحنا هدنا الدنيا عشان نبني سد وإحنا سرقنا كهربا طلعة من نفس السد وإحنا اللي عملنا محطات جديدة بدون منوقف السرقة دي إحنا ملوك الميكس بالأمس القريب كانت مصر بتعيش عصور مظلمة بسبب نقص الوقود وتهالك البنية التحتية للمحطات ومن قريب تم افتتاح مشاريع عملاقة لإنتاج كهربا في أماكن كتير السعيد قاهرة البورولوس ولسه المشاريع شغالة إيد بتبني من ناحية وألف مليون إيد بيصربوها من ألف ناحية تانية طب ليه؟ لأنهم ما يعرفوش معنى الحرام ولا السرقة مستبحين كل شيء يوفر ولو ملين في جيوبهم ولأن دورنا إننا نسعى للتغيير الأفضل ونساعد في عملية البنى اللي بتتم حاليا حلقتنا النهاردة من جو أكتر جهة منتشر السرقة منها يا معالي وزير الكهرباء الحالي الدكتور محمد شاكر إحنا معاك لمواجهة الفساد عندنا معلومات أكيدة إن ما عليك ما بتقبلش التسطر على أي مخالفة حتى لو صغيرة عشان كده اعتبرنا دراعليك يساعد وينور معاك للوصول للأفضل جالنا أكتر من شكوى إن كل حاجة ليها علاقة بالكهرباء ممكن تخلص بالحب فواتير مديونيات توصيلات مسروقة لو باني مخالف في أي حاجة بس قبل ما نتأكد من كل ده ترجمة نانسي قنقر